ماذا يحدث داخل جسمك عندما تتناول البطيخ مع الليمون؟ وما هي الأمراض التي يقي منها هذا المزيج الصحي؟ وهل تناول مزيج البطيخ مع الليمون مفيد لمرضى السكري؟ ومرضى الضغط ومرضى القلب ومرضى الكبد ومرضى الكلا؟ وهل يساعد مزيج البطيخ مع الليمون في علاج التهاب وتضخم لبروستاتا؟ وماذا عن دوره في علاج الضعف لدى الرجال؟ سنجيبك على جميع هذه التساؤلات من خلال هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية ولكن قبل أن نبدأ وفضلا وليس أمرا لا تشاهد وترحل ولكن أكرمنا بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والله ما رأيتم صليا على النبي إلا وقد جبر صلوا عليه وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب لناستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد وإذا كنت قد تناولت البطيخ أو الليمون أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد إذا كنت تبحث عن وسيلة طبيعية لعلاج العديد من الأمراض المزمنة ومنها التهاب وتضخم لبروستاتا والضعف والعقم لدى الرجال والنساء بعيدا عن الأدوات ذات الآثار الجانبية على الصحة فإننا نقدم لكم من قناة الوصفات الزوجية وصفات طبيعية مفيدة سوف تساعدك على زيادة نشاطك البدني دون آثار جانبية وهذه الوصفة تتكون من البطيخ والليمون نعم عزيز المشاهد قد لا تعلم أن البطيخ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم والتي تعمل على زيادة إفراز هيرمون التستيستيرون والسيترلين والليكوبين في الجسم كما أن مادة السيترلين المتواجدة في البطيخ تساعد في تمدد الأوعية الدموية مما يسمح بزيادة تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم مما يحسن من عمل الأعضاء الداخلية وكما يعد الليمون أيضا منشطا صحيا وذلك لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن التي تساعد وبشكل كبير على علاج الضعف لدى الرجال والنساء كيف تقوم بتحضير وصفة الليمون مع البطيخ؟ أولا نحضر 200 جرام من البطيخ ونصف حبة الليمون ثم نقوم بتقطيع البطيخ على شكل مكعبات صغيرة وإزالة البذور منها ومن ثم نقوم بضرب قطع البطيخ في الخلاط الكهربائي وبعد ذلك نصب الخليط في إناء عميق ونضعه على النار لمدة ثلاث دقائق وبعد ذلك أضف قطرات الليمون على الخليط وتركه يبرد لمدة عشر دقائق ثم نضعه في زجاجة وتركه في مكان جاف أو بارد وتناول منه ملعقة كبيرة يوميا على معدة فارغة هذه الوصفة فعالة ومفيدة إذا كنت تبحث عن وسيلة لزيادة الطاقة كبديل عن الأدوية ذات الآثار الجانبية نعم يا عزيز المشاهد الحل هو مزيج البطيخ مع الليمون وخصوصا البطيخ الأحمر فيعتبر البطيخ الأحمر أحد أشهر الفواكه الصيفية ويساعده بشكل كبير على مواجهة حرارة الجو وتعويض السوائر المفقودة فيحتوي البطيخ الأحمر في معظمه على الماء حيث أن 92% من مكوناته ماء و7% كربوهايدرات كما وأنه لا يعتبر مصدرا عالي بالسعرات الحرارية ولهذا قد يكون مثالي وملائم لمن يبحثون عن خسارة الوزن والتخلص من البدانة لماذا يجب عليك تناول البطيخ في الصيف؟ الإجابة بسيطة عزيز المشاهد ذلك لغناه بالعديد من الفوائد الصحية والتي منها الحماية من الجفاف تبين أن تناول البطيخ الأحمر يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم والحماية من الجفاف وخفض درجة حرارة الجسم وضغط الدم إذ أن ما يقارب من 92% من حبة البطيخ الأحمر هي عبارة عن ماء كل هذا يجعل من البطيخ الأحمر رفيقا مثاليا في فصل الصيف ويساعد في تخليص الجسم من السموم عبر العرق في أيام الصيف الحارة الوقاية من الربو تشير الدراسات أن فرص الإصابة بالربو تنخفض لدى الأشخاص الذين يتناولون البطيخ الأحمر بانتظام ويعود السبب في ذلك لمحتوى البطيخ العالي من فيتامين جيم والذي يفيد في حالات الربو كما أن من فوائد البطيخ الأحمر المساعدة على التخفيف من حدة نوبات الربو والأزمة بشكل ملحوظ الوقاية من مرض السكري مع أن البطيخ الأحمر حلو المذاق إلا أن محتواه العالي من الماء والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم يجعله وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري وذلك عند تناوله باعتدال ومن فوائد البطيخ الأحمر لمرضى السكري أنه يساعد على تنظيم سكر الدم وتعزيز عمل الأنسلين في الجسم كما أن الطبق البيضاء في قشور البطيخ الأحمر مفيد بشكل خاص لمرضى السكري خسارة الوزن الزائد من فوائد البطيخ الأحمر أن تناوله بانتظام يساعد على خسارة الوزن الزائد خاصة أن ملمس البطيخ وحجمه وطريق الذوبانه في الفم يساعد على إرضاء شهيتك للحلوة أكثر من أي نوع فاكهات أخرى كما أن البطيخ غني بالماء والألياف ويساعد على كبح الشهية ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويقلل من رغبتك في تناول أي مصدر آخر من السكريات غير المفيدة حماية العين يحتوي البطيخ الأحمر على نسب ممتازة من مادة الليكوبين التي تساعد على حماية العين من الأمراض المختلفة التي قد تسببها عمليات الأكساد الضارة في الجسم ومن أهم فوائد البطيخ الأحمر أنه يساعد على الحماية من مرض التنكس البقعي الذي من الممكن أن يسبب العمى كما يساعد البطيخ الأحمر على إبطاء تقدم هذا المرض ومنع زيادة أعراضه تقوية المناعة فوائد البطيخ الأحمر متعددة بسبب احتوائه على مضادات أكسادة قوية مثل الكاروتين والليكوبين وفيتامين سي يجعله دور في تقوية المناعة ومحاربة العديد من الأمراض ومواجهة الالتهابات وخاصة التهابات المفاصل مفيد لمرض القلب والكلا باحتواء البطيخ الأحمر على نسبة عالية من الماء ومعدن البوتاسيوم والحمض الأميني سيترولين فهو يلعب دوراً كبيراً في خفض ضغط الدم ومساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء وبالتالي الوقاية من أمراض القلب والشريين وباعتباره مدر للبول ومفتت للحصة وخاصة حص الكلا فهو يساعد كثيراً في علاج أمراض الكلا والالتهابات فيها واحتوائه على البوتاسيوم يساعد في تقليل تركيز حمض اليوريك في الدم وإزالة الأملاح مكافحة السرطان أثبتت الأبحاث أن احتواء البطيخ الأحمر على الليكوبين وهو مضاد أكسدا قوي يساعد فعلاً في الوقاية من السرطان ومكافحته وخاصة سرطان البروستاتا والثدي والرحم وصرطان القولون والمستقيم يعزز صحة الجلد والشعر إن وجود فيتامين سي وفيتامين إي في البطيخ مفيد لصحة الجلد والشعر إذ أن فيتامين سي ضروري لصنع الكولاجين وهو بروتين يحافظ على نعومة البشرة وعلى قوة الشعر أما فيتامين ألف فإنه يساعد على الحفاظ على بشرة صحية عن طريق إصلاح خلايا الجلد ولا ننسى بطلنا الثاني في هذا الفيديو وهو الليمون هل تعلم لماذا يجب عليك تناول الليمون في هذه الأيام؟ هذا للفوائد العظيمة التي يمنحها الليمون للجسم والتي منها مكافحة حص الكلا يحتوي الليمون على حمض الستريك بتركيز يفوق الأنواع الأخرى من الحمضيات مثل جروبي فروت والبرتقال وهذا الحمض يساعد على منع تكون حص الكلا وتبلورها مكافحة الحمى يساعد عصير الليمون أو حتى الثمار نفسها على علاج نزلات البرد والإنفلونزا وأي حمى قد ترافقها خاصة وأن تناول الحمض يزيد من تعرق الجسم مما يؤدي لخفض درجة حرارة الجسم وبالتالي مكافحة الحمى مكافحة أمراض الجهاز التنفسي تساعد ثمار الحامض الصفراء على علاج المشاكل التنفسية المختلفة بما في ذلك صعوبات التنفس ونوبات الربو المزعجة وذلك بسبب غناه بفيتامين سي الهام لصحة المناعة والجهاز التنفسي تعزيز امتصاص الحديد إن التناول أطعمة غنية بفيتامين سي مع الأطعمة الغنية بالحديد يساعد على تحسين انتصاص الحديد من هذه الأطعمة وتحسين قدرة الجسم على الاستفادة منه مفيد لصحة القلب والشرايين يساعد تناول عصير الليمون على مكافحة أمراض القلب والشرايين وذلك بسبب غناه بمادة البوتاسيوم الهام لصحة جهاز الدوران إذ يساعد البوتاسيوم على ضبط مستويات ضغط الدم وتحفيز الجسم على الاسترخاء بدنيا وعقليا كما أن فيتامين جيم المتواجد في الحامض يساعد على الحفاظ على صحة القلب علاج الندوب والعلامات بسبب خصائصه المفتحة للبشرة فإن استعمال القليل من عصير الليمون الطازج على الندبة أو على آثار حبي الشباب قد يساعد على تلاشي هذه العلامات الداكنة مع الوقت فقط ضع القليل من عصير الليمون على مكان الندبة وتركه خمسة دقائق ثم قم بغسل المكان جيدا بعد ذلك فوائد مزيج البطيخ مع الليمون يساعد تناول هذا المزيج في التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي بسبب احتوائه على الألياف والبوتاسيوم ويعمل تناول مزيج البطيخ مع الليمون على طرد السموم والفضلات من الجسم وكما يساعد في تسهيل عملية الهضم ومكافحة الإمساك المزمن لخصائصها الملينة للأمعاء ويحتوي مزيج البطيخ والليمون على كم كبير من مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من السرطان ويساعد هذا المزيج الخارق على تقوية النظر ويعالج بعض حالات العقم والضعف لدى الرجال ويحفز تناول قطعة من البطيخ يومياً الممزوجة بعصير الليمون على تحسين وتقوية الجهاز المناعي ضد الكثير من الأمراض المناعية وكما يحمي من احتمال إصابة الشخص بالالتهابات الصدرية والسعال وكذلك يساعد على إنقاص الوزن الزائد مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكراً لكم على المشاهدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة